الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بسداد 20 مليار جنيه متأخرات ومستحقات متراكمة لصالح المصدرين مدبولي يعلن مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة شهر ويكشف عن اشتراطات جديدة لعملية البناء الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرانيت شمو جزء إخباري جديد يأتيكم من القاهرة لكم تحياتي وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا احمي أهلك احمي بلدك اجتماع رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائب وزير المالية وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة في إطار التعامل مع تدعيات فيروس كورونا ووجه رئيس السيسي بالسداد النقدي للمتأخرات والمستحقات المتراكمة لصالح المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات والبالغ حوالي 20 مليار جنيه وذلك ترسيخا لجهود الدولة في مساندة وتوفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير علن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر آخر ليمتهي في نهاية أكتوبر وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي لأن قرار المد جاء بعد الإقبال الذي شهدته الفترة الأخيرة من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح مشددا على أن الحكومة لن تهدم أي عقار يوجد فيه مواطنون وأشار إلى أن الدولة ستضع اشتراطات جديدة لعملية البناء أعلن حزب مستقبل وطن تحمله قيمة مقابل التصالح مع الدولة في مخالفات البناء لألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدود الدخل ليصل الإجمالي لـ 27 ألف حالة وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات الدولة بشأن ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين ونوه الحزب بأنه بدأ بالفعل في حصر الحالات المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس الوزراء بهذا الشأن ودع الحزب كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين إلى تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن وتحمل مسؤوليته نحو دعم المواطن المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية تصدر هاشتاج مصر كلها معاك يا سيسي قائمة الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ردا على الدعوات التحريضية والتخريبية التي تدعو لها جماعة الإخوان الإرهابية وتفعل الألاف مع هاشتاج مصر كلها معاك يا سيسي مجددين ثقتهم في الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أكد رواج تويتر على إنجازات الرئيس في مسيرة البناء والتعمير وعودة مكانة مصر الإقليمية والدولية بين دول العالم وقال المغردون إن عناصر الجماعة الإرهابية تحاول إثارة الرأي العام وزعزعة أمن واستقرار البلاد بعد أن شهدت طفرة كبيرة وإنجازات عديدة مؤكدين إدراكهم لمؤامرات الإخوان ومحاولاتهم الزائفة لخداع المصريين والتلاعب باسم الدين أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 801 متعاف من فيروس كورونا من المستشفى ليرتفع إجمالية المتعافين من الفيروس إلى 92 644 حالة وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الألام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معملياً للفيروس ووفات 13 حالة جديدة مشيراً إلى أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 102 513 حالة و5 835 حالة وفا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب مزاعم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وشملت فرض عقوبات على قاضٍ قالت إنه ضالع في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعذام وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة أكسترونيوز 11785 دمتم في أمان الله